اشتركوا في القناة 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 بودور دي مش بنت عمي ولا مراتي بس لا دي بنتي دي انا عم عبدالله ما يعرفش تفاصيل حياتها قدي انا بس عايز اعرف مين اللي بعت الصور دي وبعتها ليه وايه سببها اكيد مش حد خايف علي يعني ده حد عايز يفرق ما بينها وليه غرض اكيد في الموضوع ده ولسه مروانها يرد تليفون بدر رن كانت بودور وهو رد عليها بيقولها صباح الورد والياسمين على عيوني صباح الفل يا بدورتي اندى نزلت من بدري قبل ما اشوفك مش انا قلتلك عندي شغل بدري وانا قمت ومرضيتش هزائجك يعني يعني النهار كله مش هشوفك لا ما تخفيش هحاول اجي بدري وارجع لحضنك تاني هستناك لاني اول مرة اشبع نوم من تسع سنين فاتوا من يوم ما قالوا بدور ما تنفعش اتنوم تاني في حضن بدر وده كان يوم موتي بس خلاص بدورتي بقى في حضني يا ده احنا واقعين قوي بقى من زمان يا برنس يلا بقى وقتك خلص معايا وقتي خلص ماشي يا ستي لما اشوفك يلا بقى يا قلب وروح بدري من جوه بحبك وقفلت معايا وقامت تتنطط على السرير وبتقول بحبه بعشاقه ابن نوها فقودة عبدالله كان بيمسك تليفونه فتح رسالة الواتساب اللي جات له شاف صور بنته في اوضاع قزرة قامت نفض من على السرير وكان هيخرج من قدته لقودة بدور بس اتراجع لانه عارف ان الصور دي اكيد مش صور بنته اتصل بماروان بيقوله انه هو عاوز ضروري وماروان قال له انه في شقةه عبدالله افعل معاه ونزل على شقة ماروان واتفاجئ بوجود بدر هناك انت هنا ليه نفس اللي جاب حضرتك يا عمي انا جاي لماروان في حاجة مهمة بدر قال حاجة ايه يا عمي هقولك يا ابني وحكاله عن الرسالة والصور اللي قصلته على الواتساب وبعد ما خلص استنى رد فعل بدر وبدر كان ساكت عبدالله قال ايه رأيك رأيي لا طبعا دي مش صورها دي صور متفابركة دي بدور يا عمي عارف يعني ايه بدور اللي عمل الصور دي اكيد عايز يكسرني ويكسرها ويهد كيان العيلة بس اقسم بالله العظيم هعرفه وقطع جسمه حتة حتة يعني انت يا ابني مش مصدق اصدق ايه يا عم عبدالله دي بدور بنتي اللي تربت على ايدي حبيب يا بدر اخو يا رب يا راجل انا كنت خايف تصدق وده اللي خلاني اجي لماروان على طول اصدق ايه بس دي بنتي قبل ما تبقى بنت عمي ومراطي اللي لحد دلوقتي يعنيها ما بتترفعش فيها من كتر ما هي بتتكزف مني هصدق شوية صور تأكيد مش حقيين ماروان قال يا جماع لازم نتحرك بسرعة علشان اللي بعت الصور دي ما يستغلهاش اسوأ استغلال انا عايز اعرف صح بالرقم ده وعنوانه يا ماروان عبدالله قاله وانا كمان هنعرفه بس بالقانون وهنحبسه كمان بدر قال بس اخد حق منه وبعدين بقى حاسبه بالقانون زي ما انت عايز تمام تمام يا بدر بصوا بقى شكلكم انتو الاتنين لسه مفترتوش نجاهز فطار ونفتر مع بعض عبدالله قاله انا مليش نفسه وكمان ما صليتش الصبح ماروان قال لا هطفتر ودخل توضع وصلي لحد ما اعمل الفطار عبدالله قاله ماشي يا ابن ودخل الحمام وبدر كان قاعد شارد الزهن ومش معهم خالص ماروان بيقوله انت يا ابن فينك ها لا معاك لا مش معاي اقع بدر تكون صدقت الصور لا طبعا صدق ايه بس اللي هيجننني مين اللي عمل كده وبعاتهم ليه انا وعمي عايز مننا ايه يعني ممكن يكون حد من المنافسين مثلا جايز بس مظنش احنا علاقتنا حلوة في السوق كله مع الكبير والصغير يعني مفيش بينا غير كل احترام ما تقلقش يا بدر ربنا يساهل هنشوف كل حاجة وهنعرف ما تخافش انا بعدت الواحد صاحبي في مباحث التليفونات يجيب لي اساس الرقم ده ماشي انا هقوم امشي بقى هو فين عمي ماروان قاله في الحمام يا عمي بيتوضع وبعدين انت مين اللي هينزلك انا وانت والباش مهندس عبدالله هنفطر مع بعض ادخل يلا صلي الصبح وانا هدخل اجهز الفطار يلا ياض اخلص بدر قال ياض بزمتك فيه زابط شرطة برضبة مقدم يبقى اسلوبه شوى سوائين التكاتب كده اه فيه انا واخلص يا زفت بدل ما اقل منك قدام عمك تقل من مين يا زابط على ما توفرك ومسكوا في بعضه وبيتخنقوا بهزار عموهم وعبدالله جه عليهم وهو مخدود وبيقولهم ايه يا ابني انت هو انت هتتخله ولا ايه صلوا على النبي ماروان وبدر قالوا عليها افضل الصلاة والسلام لا ده احلى بنهزر ربنا ما يجيب حاجة وحشة وبدر قالوا انا داخل وانت يخدمها في البناء يحضر الفطار بقى ماروان بصدق انساوي قال حضر يا بدوري بدورك في عينك الكلمة دي تخص قلبي وبس عبدالله قال ده انت قولك انكم اطفال ربنا يصعد قلوبكم يا رب يا ابني انت وهو ماروان قال امين يا رب امان لو شفت يا سين سمع جرس الباب بيرنه وفتح لقى يا سين انا جيت ماروان قالوا نورت البيت يا اخويا ادخل يا اخويا على طول بتيجي على سيرة الاكل يا سين قالوا حماتي بتموت فيا وماروان بيدحك وبيقول اهو مش بقولك اكتشف يا عمي اضحك يا سين شاف عم بدر وقالوا يا قاسف يا عمي ما عرفش ان حضرتك موجود انا جاي للواد ماروان ازاي حضرتك الحمد لله يا حبيبي انا اسمع عناك كتير وبالرغم انك شغال معاه بس اول مرة نتقابل ده من حظ يا عمي والله عم بدر قال وانا محظوظ ان ابن اخويا ليه اخوات في ظهر بعض كده احنا مش صحاب احنا اخوات يا عمي ربنا يحميكم ويبارك فيكم يا ولادي يا رب ماروان وياسين قالوا يا رب وماروان بيقولوا عن اذنك يا عمي هدخل اكمل الاكل وانت يا حلو تعالا معايل المطبخ ياسين بدحك قال حاضر واستأذنوا من عبدال والحد هنا بتكون خلصت حلقتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على ايش عرات الكل علشان يوصلكم كل جديد وسلام